العطيفة هي أكثر حاجة كيف يمكنك توصل للناس بطريقة سهلة ودخل منها فلوس وكيف يمكنك التلقاء هل تلوقع مع هذه البنتة التي نسميها أمولا تتحدث أول شيء نستطر عليها هو أن هذه البنت كشخص لا يوجد معها مشكلة ولا يوجد مشكلة حتى أنها تقوم بها في تيكتاك لكي تحسن الطرف دياله ولكن توصل لأنها تمثل فيها كبيرا هذه العطيفة لكي تقوم بعمل كاستين سأذهب لتلقى إلى الدور وكذلك تقوم بعمل رأسها إن شاء الله إن شاء الله لأن تمثيل هو مهنة خاصة موهبة والناس يقرأون لها سنوات ونظن أن هذه البنت لا لديها لأولا ولا الثانية ولكن صراحة لا تتلقى لها فعادي ستتخدم على رأسها ولكن الناس الذين يتلقى هم الأبوة البرد والمخرج الذي يتلقى وفي نفس الوقت نرى الناس الذين يكونون وعندهم موهبة قلسون في ديورهم بالخدمة ولكن يخرجون في حوارات سعيد النصاري أنت رأيك لم تقصد شيئا لأنك في حالك في حالهم ولكن كنا أستطيع أن أعلموه بين ديورهم بالصحيح قافية الصراحة وقسمون وقسمون بالله أصاب الزمان اه قافية بزيار فبكل صراحة هذه الظاهرة التي يدخلها مثل بدأت من شحال هذه مع المؤترين صلاش ناقة الإنستغرام الذين يلعبون البطولة هم لا يوجد أن تلوار ولكن غير أن تتخلصوا بثمان رخاص ومنهم الذين لم تتخلصوا أصلا وهذا حتى هو موضوع رأسه هانجي ولي شنهار فالنتيجة العادية لهذه العابة اللي واقع خصوصا في التلفازة المغربية سيجدون منتوج كاريتي في الأخر والكاريتي الكبيرة هي أن الممثلين في رأسهم يشوفوا هذا الشيء والساكتين لأنهم لا يستطيعوا لايفات في تيك توك فخصم يستطيعون عن ميكا على هذا الشيء لكي يستطيعون أسد فالخلاصة عمر الفولوورز ما كانوا معيار في التمثيل والذين يريد أن يمثل لا يقرأ على رأسه وبالنسبة للتلفازة وشركة الإنتاج والمخرجين الذين يرجعوا الإنتاجات التلفازية جمعية خيرية فهو حرفيا يجب أن تكون محاسبا على تسيبه التي تختمين بها حينش هدوك الفلوس التي تفرقوا فيهم راهي لنسيتو أنا أفكركم راهو مال عام